صباح الخير مجددا المشاهدين مع شاف حسين عبدالساتر يعني التحضيرات تحت الهوى مش متل التحضيرات على هوا صباح الخير أهلا وسهلا فيك دايما وجودك محبب على القلب شاف والرويح يعني ودايما أنا كمان بحب إجي لعنكم بحب طلع المشاهدين بوصفات جديدة وشهي يسعد صباحك يسعد صباح كل المشاهدين وإنما كانوا عم بيتابعونا شاف يعني رسات كتير هينة ومكوناتها موجودة بكل بيت وهل أدري حتا طيبة شو الصر وشو عامل بالبطاطات أنا أول حلقة طلعت معكم على الوتي بي خبرت للمشاهدين أنه أنا رح حضر وصفات سهلة وسريعة وأقل تكلفة لهالسبب أنتوا عم بتشوفوني كل أسبوع عم بحضر وصفات ما فيها تكلفة فأنا اليوم حبيت تحضر هالوصفة أنا جاد كتير طيبة وكتير رائعة وكتير من ستات البيوت بيسألوني عنها اللي هي كبة البطاطا ولكن بتعرفي في عنا العديد والعديد من أنواع الكبة كبة البطاطا كبة البنادورة كبة اللحمة اللي هي كلنا طبعا بنعرفها كبة اللحمة بس ولكن في الطرق أساسية كواعد أساسية لكل أنواع الكبة اللي هي ما بعرف إذا أنت بتعرفيها الكبة بشو تتميز برغل غير البرغل نكهتها بشو كمون بدقة الكبة أو دقة الكمون كمونة صح الكمونة أنا إذا عندي هالكمونة بقدر حضر حيلا نوع من أنواع الكبة له السبب أنا عندي محضرة طحنا لدقة الكمونة اللي هي عبارة طبعا يعني أنا بحضرها بطريقة كتير 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 طيبة مع كل أنواع الكبة اللي هي مردكوش مبلش حبق نعنع بصل برش حامود برش بردقان ودقة كبة جاهزة كلهم هول منحطون بهالمكانة الكهربائية ومنطحانها ومنصر عنا الكمونة صح صارت عنا الكمونة منجي منعمل يعني صارت كل أنواع الكبة شبه أولولا فينا نقول تحويجة الكبة مازالها تحويجة جاهزة يلا نعنى اللي بعد ناية هلأ خلينا نقول للمشاهدين هي موجودة فينا نشتريها خالصة بس أكيد وقت تناعمل بالبيت عن جد تطلع برشتك هي نحنا نشتريها خالصة بس ولكن نحنا بس نشتريها ما في بقلبة بصل ولا في بقلبة مردكوش ولا في بقلبة نعنع ولا في بقلبة حبق هول نحنا اوكي نشتري دقة الكمونة نطحانا ونزد له للشي هلأ بالنسبة لحلقتنا لليوم في عندي كبة البطاطا أول شي منجيب روس بطاطا منغسلها كتير منيح البطاطا طبعا أن تحتوي على كمية عالية من الرمل فمنغسلها مننقعها منقشرها ومنحطها نسلقها نسلقها لحتى تستوي طبعا بعد الغالي مع رشة ملح صغيرة بدي حوالا نص ساعة ل35 ديئة حسب طيعة البطاطا هون يعني أنا ما فيني حدد لك ممكن نحنا نجيب راس بطاطا يكون وزنه 200 جرام وقطعه لخمسين جرام بدي أخذ ببعض ساعة بس ايه بالضبط ممكن أنا أترك راس البطاطا متلمور بدي أخذ وقت أكتر البطاطا جبناها غسلناها أشرناها رشة ملح وسلقناها تحنناها وهيدي البطاطا صار جاهزي عنها أنا تحنتها وجهستها هلأ شو رح أعمل رح أجي ضيف لألا بالنسبة للبرغل ما مننقعه ها هون بدي أقلك عنها بكبة اللحمة البرغل نحنا مننقعه هون البطاطا هايدي بطاطا مسلوقة بالماء سوفية ماء يعني فيها ماء فما بدي أنا ننقعها بالماء هلأ البرغل بيشرب من الميت مية البطاطات مية بالمية طيب شاف أنا بدي أذكر المشاهدين أنت عم بتطبق كبة البطاطا أنه فيهم يتوصلوا معنا على 0141703 ويسألوك كتير أسئلة ونحنا جاهزين ليسألوا وانتا كريم وهنا بيستاهلوا رح ترون على كفة أسئلتهم ومنذكر يعني هلأ شاف نحنا منعرف تعرف بهذه الأزمة كل الوقت منقول أنه صرنا ما عم ناكل لحمة وجيش قد قبل صرنا عم نروح على الأشية النباتية أكتر هذا شي صحي يعني يمكن عن جد أنه أكل الفقير بالآخر اللي نحنا منسميه أكل الفقير اللي هو حبوبه وخضرة وما إلى هناك من أمور كلفتها أقل يعني صح ما بدنا نقول رخيصة لأنبطلت حتى الخضرة رخيصة بس مفيدة أكتر وما فيها ضرر مثل الأمور الحيوانية يعني خليني قل لك شغلي نكون عم نضرب عصفورين بحجر نحنا اليوم أغلب العالم صارت عم تبعد عن الأمور الألي صح السمنة الزبدة اللحوم الحمراء خاصة وأنا كشاف صراحة عم بواكب هالأمور هايدي كلها سوا لحتى بالضبط لنحافظ على صحتنا فاليوم مش بس أمور الاقتصاد أنه نحنا منحكي على الفيجيتاريان فكمان الأمور الصحية هي بتأثر يعني مش أنه كبة بطاطا يعني أنه كبة للفقرة أو كبة لل لا كبة البطاطا كل العالم تكل وكتير طيبة وكل الأكل النبيت كتير طيب يعني يعني صح وخاني كتير يعني صفرته غنية جدا وفينا كتير نتفنن كمان صح مية بالمية هلأ حطينا البرغول وهلأ هون عم نحط حطينا كمان الملحات وهيدي الدقة اللي هي اللي بتعطي النكهة والمذاك الرائع خلينا بعد نرجع نخلطون هلأ أنا فيني أعملها فراكة كيف فراكة لأخرجينك كيف فراكة رح تكون لألك طبعا ولك كل المشاهدين بس أهم شي بس كترت منيح هلأ نحنا ما عم نقول مأدير للمشاهدين طبعا نحنا رح نقول مأدير نحنا في عنا كيلو بطاطا أنا ما حطيت كيلو بطاطا أنا حطيت نص كيلو بطاطا طبعا كمية البطاطا نص كيلو حطينا 350 جرام من البرغول البرغول الأبيض الناعم وهم بدي أكيد نحنا بدنا ننتبه هون في نقول للمشاهدين أنه نحنا فينا نخلطه نبيعته نكهة طيبة لا تفكروا إذا حطينا برغول الأبيض أو برغول أسمر لا أنا فيني أجي حط مثلا كمشي كمشي 175 جرام برغول أسمر ناعم و 175 جرام برغول أبيض ناعم كمان بناخد نكهة ومذاكرة بل ما حدا عم بتألفه 01491703 أول اتصال معنا لليوم سباح الخير ألو شاكلهم الخطوط اليوم صح طيب هايدي هل أنا فيني أجي أسكبة لهالكبة شو فيني أعملها فيني أجي أسكبة بصحن وفيني أعملها بشكل فراكي طيب كيف أنا عندي فراكة اللحمة صار عندي كمان فراكة كبة البطاطا وخليني ألك شغلة عم نشوفها على الكاميرا لكن هايدي هي الفراكة فراكة كبة البطاطا وخلي أنه ما كنت حياتي متخالي الصبح نتلعبها لكبة بطاطا خليني بس كل شي مع شافة حسين بصير طالع عبالنا خليني ألك شغلة كمان أنا بالعدس بالعدس يعني الناس اللي بدون يخلطوا بأنواع الكبة فيهم يحطوا كمان عدس يسلقوا العدس ويسلقوا فيني أعمل كمان وكمان كبة حمص برجع أنا بقول الأكل زو الأكل فن الأكل ابتكار أنتو مثل ما بترغبوا أول اتصال معنا لليوم إن شاء الله تعلق صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا كيفك مدام كيف كون تفقدل الشافة عم بيسمعك آه أوكي مرسي شافة حسين مرسي على الأكل الطيب أولا يسعد صباحك يسعد صباحك شو منح شي أذبا نمدة بالصنية للكبة البطاطا بطاطا أولا تانيا بدي أسألك عندي جوز أخضر آه إذا بدي خليني وقت طويل بالبراد يعني شو بعمل فيهم تحطهم بكيس دغري ولا بشمسون إذا ممكن بس ترد علي بها أكيد تكرم عينك مدام وأهلا وسهلا فيك لكن أول سؤال هي بدأ تشوف إذا كبة البطاطا بتنمد بالصنية بالصنية شو فينا نحشيها مثلا بصل لوس جوز مثلا مثلا حيالله أنواع شامبينيو صح مثلا 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 حيالله أنواع كبة هلا أنا هون فيني أنا أجي ابتكر فيني أجي أتفنن فيني أحشيها أعمل حشوة من بصل من بصل زنجبيل مع الفلايفلي مع الكوسة يعني تحويجة خضار إذا بدك فينا نقول كلها منقليها بزيت الزيتون طبعا مع البصل طبعا من مدة مع زيت الزيتون هذه شغلة وشغلة تانية فيني أحشيها هي زيتها لحشوة كبة اللقطين اللي هي جوز فينا نحشيها جوز مع البصل مع الحمص وأيضا طبعا مع الحميضة سلق إذا لدينا حميضة أفضل وإذا لدينا ما نحط السلق كمان اتصال صباح الخير هلأ من نجاوبها على الجوز الأخضر شو بدك تعمل فيه صباح الخير ألو بونجور بونجور بدي أسأل الشاف البليلة يلي منكلها بالمطاعم تبقى حبتها صغيرة بس بدي أطلب منك مادام تعلي صوتك شواء وتعيد السؤال أقول البليلة يلي منكلها بالمطاعم تبقى حبتها صغيرة وكتير مستفية فينا نعرف شو نوعيتها الحمص شو نوعيته تكرم معينك البليلة البليلة هيدا خليلك شغلي هون في عنا كذا نوع للحمص في عنا حمص التركي اللي هو أفضل أنواعه وبيجي للسلق أو للبليلة مع الحمص البلدي طبعاً وبالنسبة للحمص إذا بدنا نطحنه اللي هو أفضل أنواعه المكسيكي بس هيدا تتفضلي وتحكي عنه في منه نوعين أو بلدي أو الحمص التركي بس كيف تضل الحبي واقفة وجامدة طبعاً نحنا عطول منواجة مشكلة بسلق الحمص أن الحمص ما يفرط ما يفرط طبعاً نحنا الحمص خلينا نقولك شغلي لكل كيلو من الحمص بدنا معلقة كبيرة طعام من الكربونات مننقعه قبل بليلة تاني نهار الصبح ما نغسله كتير منيح لحتى ما يمرمر عنا على الصلق الحمص ننسلقه منشيل الأشوة تعولته وبصير أنا هو وعن نار كل شوي شو بيقوله نقزه تنقيز بالماء لمساعة لحتى تضل الحبة جيم دي حبة كتير هيدا الكلمة مع الأكل حرقس ونقز صباح الخير كمان اقتصر صباح بونجور أهلا وسهلا يعطيكم العافية شكراً بالنسبة لكبة البطاطا أنا بعملها بس بقليلة بصلي ومع لحمة مع ورمة أمرار مع لحمة أو لحمة وكبة وتحويسة الكبة كمان صخنة بتطلع كتير بتشحي وطيبة يعني وبذات هك كمان نفت الشي عطريق تكشاف ونعملها كمان بتطلع كتير طيبة بس فراجعية بتتاكل يعني هك اللي برغل بعضه بيقرش مثل ما هي مع زيت زيتون هي حطينا نحنا فراكة إيه البرغل هلأ اللي حطينا نحنا رح يتشتش عمية البطاطا يعني بمعص البطاطا بالبرغل بغري بس من خليه تش لأنه بعمل له تقليل سخنة بصل ولحمة أو أورمة يعني بكون عاملة هلأ هاي ديكي بتستعملها حشوة لألأ لكبة البطاطا لألأ بنعملها بقلب بعض ومناكلها مثل الكبة عادي يعني سخنة ما بعملها حشو أوراط بيحشيها شو ما بحب صح بالزبط وفكرة كتير حلوة يعني شكرا كتير لأتسالي بفيه المدام اللي اتصلت عندها جوز أخضر كمية كبيرة شو فيها تعمل فيه الجوز الأخضر ما بيضل بالبراد عندي أول شي الجوز الأخضر أنا بدي أشره وشيله وبحطه بكيس فاكيوم طبعا نسحب منه الهوى وفيني حطه أنا لحطي يضل عندي أخضر من سنة لتاني سنة أصبت طريقة وأحلى طريقة هي التلاجة وبس يعني أنا ما فين بالبراد قد بدأ يقعد عندي شهر أوكي بعد شهر يعني كل اللي بزورة يعني كل شي شو بيسمون بالمكسرات أفضل بالفريزر ينحط ايه طبعا كله بينحط بالفريزر رح تيجي تقليلي عشان الكهرباء وبتعرفي مش كل العالم عندها كهرباء يعني التلاجة كتير وضعة بيكون دقيق لا لأن احنا اللي بنحطه بالتلاجة عم نحكي نحنا كلحوم كخضار متلاجي كغيره اللي بيفوت على التلاجة وقطعت الكهرباء وداب التلاج عنه خلاص صار رحل الاستعمال بس بنجي للمكسرات مثلا مثل الجوز وغيره ما عنا مشكلة ما بنتأثر إذا فت عنه التلاج بالضبط بس نحنا مندارى هيدا الشي وإذا بدي يعني ليش لحطا نفوت بهالريسك القوي يمكن تيجي الكهرباء ويمكن ما تيجي جيب الجوزات هلأ حطيهم شمسيهم خليهم طبعا يبسوا وضبيهم ومونيهم للشتوية يعني أنا أنا جبت جوز لأيلي نفس الشي جبتهم شمستهم وحطيتهم كمان للشتوية وخليني قليك شغلة كمان كمان جبت عناب عملت زبيب عملت زبيب حطيتهم هيك عشقفة بالضيعة حطيت العنبات و ما رح موين السنة باخد من عندك خلص شو على الشي من عندك منت عليك شكرا كتير لك خلينا نحن باعت في عنا طبعا حضرنا هالطبق الرائع هالوصفة الشهية باعت في عنا سيد الموقف للكبة ما بدنا ننسى اللي هو زيت الزيتون يعني طبعا هالوصفة كلها سوا بلا زيت الزيتون ما بتعطينا لا نكهة ولا مزق حطينا زيت الزيتون وهلأ صارت وصفتنا طبعا جاهزة وبدأ حدا بتعرفي شو بدأ مرؤو بدأ مرؤو وبدأ جات خضرة أنا زيتون جات خضرة بصل أخضر رشيد مثل ما شبت فجل يعني تحويجة خضار مع هالوصفة الرائعة لعنا خلينا نروح نقطف خضار أنا وليك ونطلع فاصل لسحر تجي ونحن نضهر ناكل فاصل وبتطلع عليكم سحر مشاهدين شكرا لك شاهد أنا كمان بدي أشكريكم بدي أشكر كل المشاهدين لترككم الأسبوع المقبل كمان بدي أحضر وصفة شهية ورائعة وكثرة الاتصالات شكرا لك 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 ش